بسم الله الرحمن الرحيم Today we'll talk about DNA Biology DNA Structure and Function يعني تركيب الDNA وظيفة الDNA الDNA اللي عبارة عن Deoxy Ribonucleic Acid يعني DNA DNA is the genetic material هو المادة اللي هو الرسية زي ما قلنا قبل كده وهو الجينوم يحمل المعلومات الورسية أو الكرومزومات اللي بقسمك اللي بتحمل genetic information found principally in the chromosome طبعا موجود أساسا في الكرومزومات اللي هي في النucleus located in the nucleus and a small amount of DNA may be found in the mitochondria في كمية وليلة مكتبة موجودة في some species in the mitochondria يبقى الDNA الوقت لو موجود بالشكل ده عبارة عن double helix بيسموه الاكستندد ديني وفي الحالة دي اسمه الكروماتين يبقى هوات إذا كروماتين كروماتين إذا اكستندد ديني ديني منفرق مفروض كده في الخلية اكستندد وفي الحالة دي تقول عليه كروماتين طيب لو حصل الكروماتين ده coiling بالشكل ده وبقى كومباكتد مضغوط يبسموه الكومباكتد ديني وفي الحالة دي تقول عليه الكرومزوم بالشكل ده يبقى الDNA لحالتين إما يكون اكستندد ديني او كومباكتد ديني اكستندد ديني this is a chromatine ده الشبكة الكروماتينية الموجودة في ديني طبعا ما الخلية تبدأ تنقسم مش يبقى مفروض كده في النواة طب لما الخلية تبدأ تنقسم ينضغط كومباكت ثكننغ and coiling and in this case the compacted DNA called الكرومزوم يبقى ديني هو الكروماتين وديني هو الكرومزوم لو نغير شكله وحلته the genetic material do three things بتعملك ثلاثة أشياء وظائف أول حاجة replicate ثانية حاجة store ثالث حاجة ثلاثة وظيفة mutate replicate يعني يتكاثر يبقى replication يحصل له تضاعف so it can transmit information or genetic information to the next generation يبقى لما يحصل لنا ديني يتضاعف يبقى في الحالة دي بيستطيع أن ينقلك المعلومات الورثية من قيل إلى قيل أو من الأباء للأبناء وهكذا طيب إنه هو بيعمل store لجينيتك انفرميشن يبقى هو بيتضاعف وفي نفس الوقت هو برضه مخزن لجينيتك انفرميشن number three undergoes mutations يعني ممكن يحصل له mutation يعني يحصل له تفراد mutate so that this give a genetic variability وبالتالي يديك تنوع الجيني ما بين الكائنات وبعضه يبقى replicate store information and mutate to give the genetic variability أو التنوع الجيني what is the structure of the DNA DNA is a double helix يعني حلزون مزدوغ عبارة عن two spiral strands شريتين حلزونيين والتفين على بعض بالشكل ده وده نموذج اللي قاله Watson and Crick وسموه Watson and Crick model يبقى Watson and Crick model showed that DNA is a double helix composed of two spiral strands يعني شريتين حلزونيين بالشكل انت شايفه ده طيب as you see this is from up and down and this is from down and up يعني بسموها anti-parallel وعلى from 3' to 5' والاخر بيبقى في 5' to 3' 2' هو عبارة عن نيوكليتداد سلاسل من نيوكليتداد متصلة مع بعضها البعض وتكون strand أو شريت دينيوكليتداد النيوكليتداد بقى اللي هي البلدينج بلوكس أو الوحدات الأساسية في بناء دينيوكليتداد طبعا على طول في فوسفيد جروب زي ما قلنا قبل كده في دي اوكسي ريبوز يبقى لازم السكر الخماسي اللي عندك لازم يبقى دي اوكسي ريبوز يعني تنزع منه زرة الاكشوجين اللي موجودة على زرة الكربون رقم 2 في جزئي السكر الخماسي اللي هو البنتوز وطبعا موجود النيتروجينس بيزز وانتعرف النيتروجينس بيزز هتبقى الأدنين والثايمين والقوانين والسايتوسين there are four different نيتروجينس بيززز اللي قلت عليهم بالوقتي اللي هم اربع قواعد نيتروجينية اللي هو الأدنين A القوانين اللي هو G ودول بيقولوا عليهم بيورين ليه بيقولوا عليهم بيورين لأنهم بيمكونين من 2 حلقتين زمن تشايف طيب النوع التاني اللي هو الظايمين T والسايتوسين ودول بيقولوا عليهم البريمدين لأنهم عبارة عن 1 ring حلقة واحدة بالشكل ده يبقى البريمز الظايمين والبريمدين 1 ring الأو ج بريم والتي والثايمين والسايتوسين بريمدين وإلى القاء في الدرس القادم إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر